بالنسبة للنادي الاهلي رسميا النهاردة مجلس ادارة اجتمع وقرر انها التعاقد مع فيلر يعني قاله بما اتفق مع بنود العاد نظرا لصحاب التحقيق مطالبه الطارئة وفيلر بالزبط اللي كان طلبه كان عايز اجازة دورية كل شهرين اربعة ايام بيتحملها النادي كان فيلر حط مرتبات للجهاز المعاون سمعاد وطلب الزيادة مرة اخرى طلب انه مكافئة الدورية يعني صرفة اول ما يحسنوا الدورية ياخدوا الدورية عطول وكلها يعني حاجات سهلة شكلية يعني قال لو الاهلي فاس ببطولة الافرخية اللي هيحق لها وقالاته هيقلك ازاي وانت واخد الدورية وقال له هيبقى فيه تعويض مالي كبير للغاية يعني بشكل صعب يعني هم كانوا شايفين انه فيلر بعد الكورونا بقى بشخص يعني الامور معاه بقت صعبة التفاهم معاه تصعبت جدا الدنيا تسدت بشكل مش كويس لما راح اول مرة عشان يشوف اهله كان قصة عودته لقوا صعوبة بعض الصعوبة شوية في عودته يعني من ساعة ما رجع مش هو فيلر حتى يعني سيطرته على اللاعب انا بقولكو يعني الكلام من داخل النادر اهلي اللي بتقال مش هو فيلر يعني اللي كان يعني عامل حالة جيدة لكن انا الحقيقة لازم اقول بمنتقى الامانة من وجهة نظر فيلر مدرب فنيا ممتاز فيلر مدرب فنيا افاد النادر اهلي وعمل نتائج وخلص الدوري بدري وخد السوبر الاولاني وصل نصف نهائي للبطولة اه الافريقية خسر السوبر بس امام الزمالك بركالات الترجيح اه خلص مرحلة اه وانتهت من عالم بكرة ممكن يكون في ايه في المستقبل باذن الله موسيماني النهاردة يعني بعد فترة او بعد ساعة كده او اقل يكون موجود باذن الله